الخروج الإعلامي كان خروج صائب رغم أنه كان متأخر ومتأخر بشكل كبير لأنه من 2019 وبالطبط في هذا الملعب اللي فيه هو ملعب مراكوش الكبير والواقع عليه وقعت لهم مع فيصل فازار وما ترتبعنا من بعد المباراة الحمد لله كان عليها للأقل لأسي ضريق المباصرة بعد كأس إفريقيا لأنه يمتل المنتخب المغربي في أكبر عدد من المقابلة لأنه أحمد الله يبقى لعب من طراز الرافع مواجم قناص اللي تنفتقده بشكل كبير في المنتخب ويتفتقد كذلك في الأنجية لأنه صعيب باش لقاء أفاسونتر اللي تتبغي الشبكة وتبغي الشبكة تنظن أنه تأخر وتأخر بشكل كبير ولكن يبقى خروج صائب بخصوص الأختيار جيل وفاجتها تتبقى مسألة جيل الواليد الرقراقي ولكن من وجهات نظري من بعض صريحات جيل وليد الرقراقي والخروج اللي كان لبارح قبل ساعة قليلة من الكشف عن اللائحة تنظن بأنه أحمد الله غاجي يكون في لالست النهائي اللي غاجي تكون في موضي القطر وتنظن بأنه غاجي يكون دفعة وغاجي يشكل واعد دفعة لمنتخب الوطني لأنه نحتاجه له الدفق النص لأنه في المواسم الأخيرة فبسيتنا العربي فبسيتنا نصيري اللي تيتأخذ عليه بنجموعة عمل الأمار فطنطنما عندناش نوعية تل مواجمين بحال الحمد الله وغاجي يكون ربح كبير وكبير للمنتخب الوطني في المواسم الأخيرة إن شاء الله